واصل الاحتلال الامريكي سرقة ونهبة الثروات السورية حيث اخرج اكثر من 120 صهريجا محملا بالبترول المسروق باتجاه الاراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الامريكي اخرجت رتلا مؤلفا من 70 صهريجا محملا بالبترول المسروق عبر طريق محطة حمزابيك الحدودية مع العراق المصادر لفتت الى ان رتلا اخر مؤلفا من 50 صهريجا تابعا لقوات الاحتلال الامريكي خرج من بلدة ارميلان محملة بالنفط المسروق من الابار التي يحتلها في سوريا متجها الى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي وتسيطر قوات الاحتلال الامريكي بالطواطئ مع ميليشيا قسد على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها وقد ادخلت على مدى الاشهر الماضية الاف الشاحنات المحملة باسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية الى محيط اابار النفط اشتركوا في القناة